من قناة الجديد في بيروت مساء الخير تتراكم الحصون السياسية التي تسيج ترابلس ليأخذ المسلحون راحتهم في القتال ويمارس التفنن في القنص يشرعون مدينتهم للقتل اليومي ولسقوط المدنيين ضحايا المحاور أما زعماء المتاريس فإنهم أحياء يرزقون يوميا بذخيرة الحرب معتقدين أنهم من باب التبين وجبل محسن سيغيرون مجرى المعادلة الدولية في سوريا فهل استمع هؤلاء إلى جون كاري يقول إنه انضم متأخرا إلى جهود وقف العنف وهل بلغهم تصريح سليم إدريس قائد أركان الحر عن شح مؤنة القتال في سوريا ما سيدفع المعارضة إلى خسارة المعركة فلأي هدف يستمر حرق عصاب الترابلسيين وحلول سوريا تحت المبضع الروسي الأمريكي ومن بين معادلات فلاديمير بوتين وباراك أوباما أين يقع أبو عبد كبارة ومحل تهديده من الإعراب ومن ولاه على ترابلس ليمهل الناس 48 ساعة قبل أن يطلق النار وبعيد ساعات قليلة على تهديد النائب كبارة واتهامه قيادة الجيش ورئيس الجمهورية بالتواطؤ بدأ فوج التدخل الرابع في الجيش عمليات دهب في جبل محسن وانتشر على سطوح الأبنية سوريا صوت استغافة آخر صدر عن رئيس الاتلاف السوري المعارض بالإنابة جورج صبرا الذي وجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بر يناشده الإسهام في فتح ممرات لإخراج الجرحة من مدينة القصير إلى المناطق اللبنانية أو السورية لكنه في مرات سابقة ساهم حزب الله في تأمين منافذ لخروج الجرحة فدخل المسلحون وإذا كان لابد من ممرات آمنة فلماذا لا تفتح عن طريق حمص ثم تركيا وما تتخذ من لبنان ممرا فإنه سوف يصبح لهم مقرا للجهاد وكفى هذا الوطن جرح ومقاتلين على مستوى المواقف الدولية لا صوت يعلو على القصير الذي وعد بإحباط أي تدخل عسكري في سوريا فيما اعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كاري بأن واشنطن انضمت متأخرة إلى جهود وقف العنف مشيرا إلى أنه ونظيره الروسي سرغي لافراف لا يزالان يعملان لعقد مؤتمر جونيف 2 لكن يعود إلى الأطراف على الأرض تقرير ما إذا كان سيعقد ولعله بذلك يحث الهمم بالحسم العسكري في عملية سباق مع الحل السياسي وإذا ما تأخر جونيف لانعقاد أكثر فإنه قد يضم إليها الأزمة التركية التي لاحى ربيعها ومن فرط تعلق رجب طيب أردوغان بالربيع العربي فقد أتاه مدبلجا إلى التركي حاملا من ساحة تقسيم الشهيرة طلاع التقسيم ومهددا رئيس الحكومة باقتصادها عصب وجودها في طرابلس حرق إطارات بهدف حجب الأهداف أمام القناصة بالدخان والنائب محمد كبار يشن حملة على رئيس الجمهورية وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية قتل ناعم بدم بارد هي صفة المعركة المتجددة بين جبل محسن وبيب التباني في طرابلس هذه المرة فالاشتباكات لم تكن بحجم المرات السابقة ولكن القناصون تولوا مهمة القتل بهدوء ومن دون ضوضاء أو أصوات المدافع فسقط ستة قتلى وعشرات الجرحة في ثمان واربعين ساعة أهالي التباني يؤكدون أنهم سقطوا برصاص القناصة من الجبل لكنهم سيعطوا الجيش الفرصة لوقف هذه الاعتداءات وإلا فإن المعركة ستفتح مجددا في المقابل جبل محسن وعلى لسان المسؤول العالمي في الحزب العربي عبداللطيف صالح لم ينفي أن يكون القتل هذه المرة بغالبيتهم من التباني واضعا إياها في إطار المصادفة ولكن هم من يتلقون النار والاعتداءات المستمرة ويضيف صالح أن هذا لا يعطي الجيش الحق بمداهمة المنازل بهذا الشكل مستنكرا هذا التصرف الأحادي ومطالبا المؤسسة العسكرية بالإنصاف نواب ترابلس وبعض المشايخ في المدينة والتباني اجتمعوا في منزل النائم محمد كبارة وخرج عن المجتمعين بيان عالي اللهجة اتهم المؤسسة العسكرية ورئيسي الجمهورية والحكومة بالتواطئ لقد طفح الكيل وبرغم مطالبتنا المتكررة لرئيس الجمهورية والحكومة وقائد الجيش بوضع حد للمؤامرة التي تستهدف ترابلس نجد أنه من المؤسف أن السلطة السياسية ورئيس الجمهورية وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية وتبدو وكأنها متواطئة مع النظام السوري الإيراني عبر هذه العصابة المسلحة لتدفع عاصمة الشمال أثمانا كبيرة من أمنها واستقرارها واستكل هذا تبقى ترابلس بشوارعها وحياتها اليومية المتضرر الأكبر من معارك يبدو أنها أصبحت تقليدا أسبوعيا يقض مدجع المدينة من ترابلس رامز القاضي قناة الجديد عون يؤكد أن الطعن في التمديد للمجلس النيابي لا يعني استقالة نواب كتلته وشربل يرى أن الأزمة السورية تؤثر سلبا على ترابلس وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميل عنان زلزلي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الأسبوعي استغرب النائب ميشيل عون الوضع الأمني في ترابلس مشددا على أن أمور ترابلس لا تحل بإطلاق التهديدات داعيا كل زعيم إلى سحب جماعته من الشارع وتوقف عند الطعن بالتمديد للمجلس النيابي مؤكدا أن نواب كتلته لن يستقيلوا من المجلس طيب إذا كان عندك قطيع غدم أو قطيع مأزة وشرط بدك الراعي يفل ولا بدك يرده على الزريبة شو بنسيب عملك بنسيب البرلمان نحن وجوهم مش هم نقدر نهديهم كيف أزفلتنا حالهم شو بيكون نحن ما بنستقيل من مهمة لأنه البقية عملوا خطأ نستقيل نحن ونفل مع ملخي والإبرائل والسحيل والدني كلها واللجنة المال ونلقى كل المشاكل ومش مقدين بدك نفل على البيت ونصرخ مبارا لا لا عراسهم رأت كتلة المستقبل النيابية أن التمديد لمجلس النواب انعكس تراجعا في انتظام الحياة الديمقراطية وفي عدم الالتزام بمبدأ تداول السلطة آملة الاستفادة من هذا الخطأ للانطلاق نحو إنجاز قانون انتخاب عصري توافقي يقوم على الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي فإن التمديد الذي أقر والذي كان جرى تحت هاجس الوقوع في الفراغ الدستوري كان أفضل ممكن وبالتالي أبغض الحلال إلا أنه وفي واقع الأمر لا يتفق مع أساس الممارسة الديمقراطية المستندة إلى احترام مبدأ تداول السلطة تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الوضع الأمنية في مدينة ترابلس ومحيطها واطلع من قائد الجيش العماد جون قهوجي على التدابير التي تتخذها القيادة من أجل ضبط الوضع وحصل رقعة التوتر تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها وعرض الرئيس سليمان مع السفير السعودي علي عواضي العسيري للعلاقات الثنائية والوضع السائد راهنا على الساحة العربية وتناول مع سفير الروسي لدى لبنان أليكساندر زاسبكن العلاقات بين البلدين والأوضع في منطقة الشرق الأوسط والتحضيرات الجارية لمؤتمر جينيف 2 واستقبل الرئيس سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الكاثوليكية للإغاثة في الولايات المتحدة الأمريكية وكان الرئيس الجمهورية تسلم تباعا أوراق اعتماد كل من سفيري العراق والبوسنى والهرسك لفت النائب وليد جنبلاط إلى أنه إذا كانت جهات سياسية لبنانية تظن أن في استطاعتها أن تغير مجرى الصراع في سوريا من بوابة طرابلس فإن رهاناتها في غير محلها وسأل ما الفائدة من إشعال النار في طرابلس والدخول في عملية تصفية الحسابات السياسية عبر الشحن المذهبي والطائفي وتغذية الغرائز وتأجيج مشاعر التوتر والفتنة وشدد جنبلاط في تصريح له على أنه آن الأوان لبعض السياسة في طرابلس وبعض الجهات الداخلية والخارجية الأخرى أن تقلع عن عملها المتواصل في التسليح والتمويل المنظم لبعض الأحزاب والميليشيات وقادة المحاور وآن الأوان لاحتضان الجيش اللبناني أكثر من أي وقت مضى لأنه يمثل مرجعية الدولة التي تبقى الملاذ الوحيد لأهل طرابلس واللبنانيين عموما رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن مشكلات سوريا تنعكسوا سلبا علينا لا سيما على مدينة طرابلس التي تعيش مأساة منذ فترة لافتا إلى أن 95 من الطرابلسيين يعارضون ما يجري على أرض مدينتهم يعني أنا مثل ما حاسس مثل مشاعر حتى كمان المتقاتلين خرجوا خرجوا مش أغلبيتهم مش الكل بس الأغلبية خرجوا عن أوامر بعض السياسيين اللي كنا نحكي عنهم بكل صراحة وفي تضامن حاليا سياسي لكل الوزراء اللي موجودين بترابلس وكل النواب الموجودين بترابلس لإنهاء هذه الفتنة الضرب بيد من حديد أنت عم تضربة لبنانية بالنهاية وفينا نعملها وفينا نعملها ومن نمشك له وهذا الموضوع مبحث وهذا الموضوع مبحث بمجلس الأعلى للدفاع ما تنسي أنه ترابلس ما فينا ندمر ترابلس حتى باب التباني وإن كان جبل محسن ما فيك يعني طريقة اللي عبي يستعمرها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي طريقة فيها نوع من الحكم وأن يكون هني عبي يتحملوا النصيب كمان من الشهداء والجرحة وعن قضية مخطفي أعزاز كرر شرب الحديث عن أخطاء في اللوائح التي أرسلتها المعارضة وعن تكرار في بعض أسماء السجنات وعن أشخاص أخلي سبيلهم وزارة الاتصالات تطلق حملة لمكافحة التهريب وتزوير في الأجهزة الخلوية هذا الإعلان كان جزءا من الحملة التي أطلقتها وزارة الاتصالات لمكافحة التهريب والتزوير في الأجهزة الخلوية والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من حزيران ثلاثة أيام مرت على بدء العمل بالقانون الذي أقره مجلس الوزراء في نيسان الماضي بعد مرسوم أصدره عام 2012 ولا يزال الإرباك يلف مستعملي هذه الأجهزة فيما يتصاعد الصخط وسط الموزعين وأصحاب المحل التجارية مديرة مشروع مكافحة تهريب الأجهزة الخلوية وحماية المستهلك من التزوير توضح تفاصيل تطبيق هذا القرار الأجهزة الجديدة التي واصلة مع المسافر من برات لبنان إذا لم يستعمل على شركات الشبكات الهاتف الخلوية في لبنان لا يسجلوها بمطار بيروت أو بأي فرع لألف أو تاتش في لبنان بالنسبة للأجهزة التي ماشية على الشبكة ما وقفنا ولا جهاز لأي مواطن إنما لازم يعرفوا المواطنين أن كل جهاز كان يستعمل قبل آخر أيار بعده شغال ابتداء من واحد حزيران إنما هو شغال على الرقم الذي كان يستعمل قبل آخر أيار فإذا اليوم إذا أنت اليوم بدك تبيع الجهاز اللي بتملكه ما عليك خير إنك تبعث SMS على 10-14 ببلاش SMS فاضي لحتى تحرر هيدا الجهاز إذن هون عم نحميه من ناحية جودة الاتصالات ومن ناحية الحماية الأمنية أكيد لأنه الهاتف هيدا فينا نقول إنه إذا سرق أو إذا راح أو إذا ضاع ما في حدا يستعمله إلا إذا كان عنده زيت الخط إذا شيء حرام يسرق على هاتف ولأن القانون على أحقيته شيء والواقع شيء آخر فمن يفترض أن يفرح أو يستفيد بقرار مماثل لم يروا فيه سوى إرباك إضافي والأسباب كثيرة قرار كثير عاطل نحن كأصحاب محلة ضعنا ضعنا فيه أنه كل تليفون بدي مستعمل أو تليفون جديد إذا بيجي زبوهم إذا ببيعنا التليفون معه تليفون من سنة مثلا ونسى أي رقم كان حطوا عليه ما بيعرف يبيعه صار تليفون للكب طب هنا عم بيقولوا أنه بيكفي أنك تنزل على الشركة تسجل الخط بمشي الحال التنباية راح نزلت كل العالم على الشركات وطلعت الصرخة بالشركات شو عملوا للعالم وفي طرابلوس نفذ العشرات من أصحاب محل بيع الأجهزة الخلوية اعتصاما أمام مكاتب شركة ألفا للمطالبة بإلغاء القرار أو تأجيله شهرا واحدا على الأقل أنا هذا التليفون فيه إطمعي أنلوك هذا التليفون الذي يخلقه يشتغل على الشبكي الآن أكيد فيه ناس ما راح تكون بتعرف فيه ناس راح تتفاجأ فيه ناس ما راح تأخذ وقت يعني يوصل مباشر في استخدام تليفون وبس يعني بدك تسميه إذا بدك أعراض جانبية لإذا الحل لابد من أن أتصور ربما لم يأخذ مستخدم الأجهزة الخلوية وموزعوها تاريخ الأول من حزيران على محمل الجد أو ربما سمعوا به ولم يفهموا فوجدوا أنفسهم إزاء مشاكل تقنية يخافون أن تغرق في بيروقراطية إدارية ومحاصصة سياسية عانوا منها طويلا هيفاز عيتر قناة الجديد أهلا بكم من جديد التظاهرات في تركيا تدخل يومها الخامس وأردوغان يؤكد أن الوضع سيعود إلى طبيعته في غضون أيام لليوم الخامس على التوالي تواصلت الاحتجاجات المنوئة لسياسة حكومة أردوغان في تركيا وقتل فيها تركي ثالث في أنطاليا في مواجهات مع الشرطة وقد بدأ اتحاد نقابات عمال القطاع العام اليسري الذي ينضوي تحته 240 ألف عوض إضرابا تحذيريا يستمر يومين رفض النقامع التظاهرات التي بدأت سلمية ويأتي ذلك بعد مواجهات عنيفة وقعت ليلة الاثنين الثلاثاء بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان التقسيم وأدت إلى مقتل عضو من جناح الشباب في المعارضة وكانت الشرطة قد واجهت المتظاهرين بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ألقى باللائمة فيما يحدث على الأحزاب التي خسرت الانتخابات كلام أردوغان جاء في خلال زيارته الرباط الوضع سيعود إلى طبيعته في غضون أيام قليلة ولن تستمر هذه الحال طويلا نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرانج قدم اعتذاره إلى المتظاهرين السلميين وأعلن أنه سيجتمع إلى عدد من المنظمين الأساسيين للاحتجاج الذي كان يهدف إلى إنقاذ متنزه في اسطنبول كيف تحولت تركيا من ممر إلى مقر للتحركات الشعبية المطالبة بالتغيير تقرير للزميل جاد غصون في العقد الأخير عرفنا تركيا من خلال بضائعها ونمو سياحتها وازدهارها الاقتصادي إنها تركيا القوية على أهد الأخوان المسلمين فرعي أنقرة بزعامة رجب طيب أردوغان ماذا حدث حتى تحول نهار تركيا إلى ليل القضية تبدأ برهانات أردوغان الاقتصادية التي بن عليها رؤيته لتحويل تركيا إلى دولة أقليمية وأعيد هيكلة الاقتصاد التركي لتصبح اقتصاد يعتمد على الصناعة وعلى التصدير وهون التصدير مش باتجاه أوروبا لأن أوروبا بالأساس مشبعة بالصناعة وعند نوع من اكتفاء ذاتي بمنتجاتها وطبعا منتجاتها بجودة أعلى ولكن باتجاه منطقة العربية فمن هون هذا الخطاب هو الانفتاح على المنطقة العربية عبر سوريا وهذا سر أنه تحصن العلاقات مع سوريا بالعقد الماضي طبعا لحين بداية الربيع العربي الرهان الآخر اللي فات عليه أردوغان كان أنه تحويل تركيا إلى خط إلى منطقة تمر فيها أنابيب النفط والغاز من وسط آسيا بالتجاه أوروبا اللي هو يخط نبوكو الأزمة السورية بدت فرصة لأردوغان لوضع اليد على سوريا الممر الأساسي لتصريف الإنتاج التركي إلى الداخل العربي تمهيدا لترسيخ حلف أنقر الرياض القاهرة في وجه طهران بالأزمة السورية أولا طول أمد الأزمة أدى إلى ارتفاع يعني انقطع الطريق البري العراق ما فيه يمرء الأتراك عبر منطقة كردستان لأنه في عنا حزب الأعمال الكردستاني بهذه المنطقة وهذا سر التفاوض معه أنه بركب تتسهل الأمور ولكن العراق كمان ليس آمنا سوريا انقطع التواصل فيها فبالتالي الخط البحري لم قدرته على النقل أقل وكلفته أعلى هذا زاد كلفة البضائع التركية بالأسواق العربية بنسبة 30% الدور التركي في سوريا جاءه رد روسي من باب النفط والغاز خط نبوكو اللي هو كان الرهان الآخر لأردوغان كمان أفشلوا الروس بأنه قدموا لكازاكستان خط موازي بيمر بالأراضي الروسية وكلفته أقل وهذا أثر كمان على مشروع نبوكو اللي انضرب للكاتب السياسي جمال وكيم رد على القائلين بديمقراطية الدولة التركية التي يعول عليها لتلافي الثورات الشعبية هيدا المقولة أنه بتركيا لن يحدث أول شي نظام ديمقراطي كيف تركيا شهدت أربع انقلابات الاتحاد الدولي للصحفيين أعلن تركيا السن الماضي البلد الأكثر اضطهادان للصحفيين عملية التدخل بالقضاء اللي كانت حتى أيام العلمانيين ما تصير هلأ يعني عملية التدخل بالقضاء والضغط على القضاء لإصدار أحكام من حزب العدالة والتنمية وجماعات برتبطة فيه غير أن وكيم يؤكد أن للمعارضة التركية مشكلاتها التي تمنعها من أن تفرد نفسها بسرعة كبديل من العدالة والتنمية مراجحا انتهاء حقبة زعامة رجل طيب أردوغان ليبقى السؤال مفتوحا على مصير الإسلام السياسي الذي يعاني مدا وجزلا في المنطقة برمتها في حال ضرب أحد منابعه الأساسية في أنقرة جدغصن قناة الجديد دان البيت الأبيض ضلوع حزب الله في القتال في سوريا داعيا إلى تجنب طوريط لبنان في النزاع السوري كما دان القتل العشوائي لافتا إلى أن واشنطن تواصل جهودها لجمع أدلة بشأن احتمالات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا مؤكدا في المقابل الحاجة إلى مزيدا من الأدلة على استخدام غاز السارين وكانت الولايات المتحدة قالت على لسان وزير خارجيتها إنها تأخرت في معالجة هذه الأزمة فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حل الأزمة السورية بالقوة رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتقادات الموجهة إلى مبيعات الأسلحة الروسية لدمشق لكنه قال إن موسكو لم تسلم دمشق بعد منظومة صواريخ الدفاع الجهوي S-300 وحذر بوتين في ختام قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي من أي تدخل أجنبي في سوريا مؤتبرا أن ذلك سيكون مصيره الفشل منتقدا الموقف الأوروبي لعدم تمديد حظر السلاح الأوروبي المفروض على سوريا أي محاولة للتأثير في الوضع باستعمال القوة وبالتدخل العسكري المباشر ستكون لها عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني وود تأثير الجميع بأن روسيا تمد سوريا بالسلاح وفق عقود شفافة ودولية وهي لا تخرق أي قانون دولي وعشية الإجتماع بين دبلوماسيين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا في جونيف اعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كاري بأن واشنطن انضمت متأخرة إلى جهود وقف العنف مشيرا إلا أنه ونظيره الروسي سرقيل أفروف لا يزالان يعملان لعقد مؤتمر جونيف اثنان لكن يعود على الأطراف على الأرض تقرير ما إذا كان سيعقد هذه عملية صعبة ونحن شاركنا فيها متأخرين نحاول منع العنف الطائفي من جر سوريا إلى انهيار كامل ميدانيا سقطت خمس قذائف هون قرب مبنى السفارة الروسية في دمشق في منطقة الفيحاء ما أدى إلى مقتل مدني سوري وعنصر من الجيش كما تسبب القصف بأضرار مدية ومع دخول معركة القصير أسبوعها الثالث ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طيران الحربي السوري نفذ غارات عدة على مناطق في القصير بعد ليلة من المعارك العنيفة عند أطرافها الشمالية وفي قرية الضبعة فيما أعلنت وكالة سانة أن وحدة من القوات السورية قضت عبر كمين محكم على مجموعة إرهابية مسلحة كانت متجهة إلى القصير عبر موقع وادي السيل وعلى خط القصير أيضا وجه رئيس الاتلاف السوري المعارض بالإنابة جورج سابرة رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يناشده الإسهام في فتح ممرات لإخراج الجرحة من مدينة القصير إلى المناطق اللبنانية أو السورية يا دولة الرئيس لدينا في القصير أكثر من ألف جريح منهم أربعمائة في حالة الخطر بعضهم ينزف منذ عدة أيام وليس هناك في المدينة ما يفي الحاجة بالإسعاف وحفظ حياة الناس حياتهم بخطر شديد وإذا تأخر الإسعاف ستكون هناك مجزرة معبن ضحاياها من المدنيين من النساء والأطفال نطلب تدخلكم العاجل لفتح ممر آمن لإخراج الجرحة إلى الأراضي اللبنانية أو السورية يهمنا أن نخرجهم من الموت إلى الحياة في شق ميداني آخر توعد الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة برد قاس انتقاما لأرواح الذين سقطوا من الحركة خلال القصف الذي تعرض له مركزهم في دمشق بقذائف الهون يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عنصرين وإصابة أربع آخرين وقد نجى منه بأعجوبة رئيس الحركة ياسر قشلق وقد رأت الحركة أن قصف مراكزها جاء بعد العمليات التي نفذتها على الاحتلال الإسرائيلي في الجولان أما فيما يتعلق باستعمال الأسلحة الكيميائية فقد أكد محققون الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان أن لديهم أدلة معقولة للاعتقاد باستعمال محدود للأسلحة الكيميائية في سوريا ولفت المحققون في تقرير آخر أنهم تلقوا أخبارا عن استعمال قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة الأسلحة المحظورة وأشار المحققون إلى أن الجيش السوري والمعارضة المسلحة يرتكبان جرائم ضد الإنسانية في تصريحات لقناة فرانس دو أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن تحليل فرنسية أظهرت أن غاز السران استخدم ميرانا في سوريا مشددا على أنه سيكون من غير المقبول أن لا يعاقب من يثبت استخدامهم أسلحة كيميائية وقال مما نشك فيه أن الحكومة السورية استخدمت غاز السران معلدا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد التأكد من استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وذلك بعدما أظهرت التحليل التي جرت في أحد المختبرات الفرنسية استخدام غاز السران في سوريا مرات عدة إذن تحذيرات دولية من استعمال الكيميائي في سوريا ومخاوف غربية من وصول منظومة S300 إلى النظام السوري فما حقيقة الكيميائي وما هي قدرة تلك المنظومة الصاروخية على تهديد أمن إسرائيل تحقيق للزميل نوال بري هي حرب استخدمت فيها الأسلحة على أنواعها وتلك التي تنتظر دورها ومنها ما تبقى في خانة حرب الأعصاب وبالحديث عن الأعصاب فإن الأسلحة الكيميائية التي تحدثت دول الغرب عن احتمال استعمالها في سوريا ما هي إلا أسلحة أو غازات أعصاب بمفعول تدميري للجسد تحفظ بإحكام في قنابلة أو صواريخ الحرب الكيميائية هناك جزء بسيط من هذه الحرب يسمى حرب الأعصاب أو غازات الأعصاب هناك خمس أنواع من غازات الأعصاب منها مثلا السرين منها البي أكس منها الدي أف بي السرين هو من الدرجات الغازات التي تسبب نوع من الدمار والأذية والسمية وكلفته جدا غير مكلفة مواند فسفورية عضوية تركب في مختبرات جدا بدائية لا تحتاج إلى مختبرات متطورة وعلمية العوارض هي الحقيقة مختلفة أولا العوارض التي تأتي إلى العين الإحمرار والإنقباد وفقدان الرؤية مع ألم شديد في العين النمس نهش الجلد من شدة الرغبة في الحكاك حتى يكاد المصاب يمزق جسده عن طريق الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي القيء والغثيان وإفراز اللعاب بكثرة ارتفاع في الضغط ودقات القلب وضيق في التنفس وصولا إلى الاختناق هذه الأسلحة بحسب عطوية التي تمتلكها سوريا تحتفظ بها دول كثيرة حرصا على هيبتها وقوتها إسرائيل تملك الأطنان وألاف القزائف من هذا الغاز السرين أمريكا أيضا تستعمل هذا الغازات واستعملتها في أماكن سوريا تملك هذا العراق السلاح الكيميائي في حالة يعني آخر خرطوشي بيكون بالدولة لاستخدامها ولأن الحرب المقبلة قد تكون صاروخية فعلا فإن سوريا تنتظر وصول منظومة الأس 300 من روسيا بحماسة على عكس جارتها المعادية إسرائيل هذه المنظومة الدفاعية الجوية ليست فقط عبارة عن صاروخ الصاروخ هو جزء من هذه المنظومة بالإضافة إلى الصاروخ هناك المنصة أو قاذفات الصاروخ فهذه المنظومة تستطيع أن ترصد أي طائرة من ساعة إقلاعها من فلسطين المحتلة ترصدها وتستطيع أن تدمر هذه الطائرة أضف إلى ذلك أن هذه المنظومة تستطيع أيضاً أن ترصد وتدمر أي صاروخ من الصواريخ الباليستية أو الصواريخ التومهوك الكروز وتدمره في الجو من ساعة انطلاقه في المنظومة إسرائيل لديها منظومة تضاهي الأس 300 وهي منظومة الباتريوت أنظمة دفاعية جوية ليست أنظمة لنرمي صاروخ وندمر منشآت معينة عسكرية وإذا كان وصول المنظومة يستغرق وقتاً فإن دلائل استعمال السرين على الجسد لا تحتاج إلى كثير من الوقت والتطقيق لكن الدول العظمى ما زالت حتى الساعة تحلل وتختبر ما إذا كان الحل العسكري هو الأنسب في سوريا وعليه تقرر نتيجة تحليل استعمال الكيميائي نوال بري قناة الجديد وإلى النشرة الفنية التي وفينا بها زميل شادي خليفة شادي مساء الخير مساء الخير داليا شوفي عنا اليوم أخبار فنية يعني مثل العادة بس بدي كنت نوه بأنه مقابلة نجوة كرم مبارح أثارت ضجة كتير كبيرة معظم المواقع الإلكترونية اليوم ناشرة عنا فبدي أشكر كل يلي عم بيتابعوا وكل يلي عم بيهتموا بنشطنا إن كان من موقع النهار أو حتى موقع النشرة أو بصراحة أو حصرياً أو كل المواقع لأنهم بالنهاية بتعرفها لو كنا نحن وسيلة أعلمية ولكن كمان الأعلام أحياناً بيكون مهم أنه يصلت ضوء على شغلك هذا بالنسبة لنجوة كرم مبارح أما بالنسبة لليوم في معنى جوزاف عطية بعمل جديد رح نصلت ضوء عليه بالإضافة لأخبار أخرى رح نتابع تفاصيل ونصور أكيد يلا منتابعك جوزاف عطية يجمع بين الغناء والإخراج في جديده أغنية باللهجة المصرية عنوانها رايحين على بيتنا أجواءها في التقرير التالي عمصور هلأ أغنية رايحين على بيتنا هي أغنية مصرية بالألبوم وهيضاً عمل التالت لألي باللهجة المصرية الجديد بالكليب أنه شوي صورة فيها مود رأس ومود هكي قريب من الشباب أكتر وشوي على لبسي حتى شوي إخدينه على مطرح شوي عالمي هكي بطريقة الصورة وبطريقة تقديم الأغنية أنا مع أكيد المحافظة على الأغنية اللبنانية ولهجة يوصلة لكل العالم العربي وكل العالم إن شاء الله بس مش غلط كمان لفتي أو عمل يقطع بين هالأعمال يكون كمان لناس بيحبوك وبيهمهم يسمعوك بلهجتهم وهيضاً عمال مصرية وعمال خليجية وعمال مع المحافظة على لهجة البنانية أكيد مضمون الغنية هو عن ارتباط حسب ما عم بسمعه أو حسب ما هون أي مطة مضمون هيدا الغنية اللي عم بتصورها هلأ رح يتنفس بحياتك؟ لا بكير أنا زمان مبلش عطول عم بحكي عن البات وأكيد شغلي حلوي وبحبه وهدف من أهداف حياتي إن أوصل لمطرح قدر ربي عائلي يكون عندي بات حلو وهيك قدر كون بس بكير بعتقد بكير ما أعرف يعني بتخيلهم ما الفنك يعني؟ ما هي كله بأثر على بعض يعني الفن والحياة وكل شي بك تكون مضبط أمورك من جميع النواحي وعارف حالك شو بدك وان وان واصلت أتأخذ هك خطوة كل ما فينا بيحكي علينا والن أسوأ فين من حالينا ودي أكثر من اللي تبنينا الله أرسنا أنت مخرج لكليب جوزاف ومنا أول مرة بتعمل الكليب لألك لأي ما عم بتسلم حالك لكاميرا تمخرج تاني؟ لا مش عصت ما عم سلم حالي بالعكس في بعض الأفكار اللي بحس حالي إنه قادر وصل صورتي متل ما أنا حببها وهيدا اللي عم بعمل يعني بس لأي حالي قادر نفسها الأغنية وقدر عاملها بطريقة أنا حببها عم بعمل أول وبس لأه ببعطي يلا حالي مخرجة الإخراج هو مش بس أفكار إنما هو أيضا كمان تنفيذ هاي الخبرة أنت من وين جايبا؟ ما بعرف تصدق يعني على الساعة أول شي بحط أفكار يعني بحط شو بدي أعمل مشاهد وكيف حابة بتكون وبقعد أنا دي أو بي وبنسق بنسق إشياء كيف لازم تكون المرحلة الثانية التنفيذ على الأرض صراحة ما بعرف يعني ما هاكي بس بحس وبشوف شو بدي من المشهد وبحضره برجع بشوف شو بدي زبت برجع بعيد ويعني بس أحساسي يعني ببتكل بس أحساسي ممكن تكون مخرج لكلب لفنان تالي؟ لا لا مش يعني ما بعرف بس ما ما بتخيل لأنه ماني مخرج يعني أنا بنتيجة أنا عم بغنى وفنان وإلاخرية بس الإخراج هو شي بحب أعمل حالي وحط حالي بسورة معينة بعملها مش أكتر منها ما بتخيل حالي بقدر كون ببوزيشن مخرج شغلته يعني حمد الله في كتير مهرجانات السنة وبي لبنان رح تكون إن شاء الله الأجواء رح تكون حلوة وفي الدول العربية كمان حسب نشوف الوضع بتعرف السياسي والأمنة والناس كيف تكون بس متأمل متأمل خير زال الله رد وفي البانوراما الفنية وزير الثقافة بحاجة إلى ثقافة بنظر عد الإمام ورسالة قاسية من شريهان للرئيس مرسي أماليا أبي صالح على أبواب المستشفيات أمير ياسبكي وضح ومن هي النجمة التي شنقت نفسها عثير اليوم على جثة نجمة بوليوود الممثلة الهندية جيا خان داخل منزلها في بومبي حيث أقدمت على شنق نفسها لأنها كانت تشعر بالأحباط منذ فترة من الوقت لمشاكل شخصية ولكنها كانت تأمل العودة إلى التمثيل قريبا خان البالغة من العمر 25 سنة حققت نجومية كبيرة وستخضع جثتها إلى التشريح للتحقق من أسباب الوفاة فيما لم يتم العثور على رسالة انتحار صرح الممثل المصري عاد الإمام أن قرارات وزير الثقافة الجديد علاء عبدالعزيز تعصفية وغير مدروسة وأنه لا يفهم الثقافة شيئا وذلك كرد على إقالته إناس عبدالدايم من منصبها كرئيسة لدار الأوبرا المصرية رغم أنها مثال محترم للمرأة المصرية وأوضح إمام بأن مصر مليئة بالكفاءات فكيف يصل بها الحال إلى هذا الحد وأشار إلى أن وزير ثقافتها يجب أن يكون على قدر من الثقافة ليتولى هذا المنصب أما شريهان فنشرت رسالة في جريدة شروق المصرية موجهة للرئيس محمد مرسي قالت له فيها لأن انتماؤك يا رئيس الجمهورية لغير المواطن المصري وتراب مصر وأحساسي وقناعاتي بعدم قدرتك على الانتماء لمصر الوطن والمواطن فقضيتك ليست قضيتنا كل ما أصدرته من قرارات مخالفا الدستورة الديمقراطية وأهداف ثورة جعلك تنتهك جميع مؤسسات الدولة وبكل ثقة أطالب بسحب الثقة من كل من هو غير منتمن إلى مصر وإلى المواطن المصري ارحل وردت معلومات تشير إلى أن المواثلة اللبنانية أماليا أبي صالح تنتظر تأمين غرفة لها في مستشفى الجامعة الأمريكية كي تخضع لعلاج على نفقة الضمان الاجتماعي لعجزها عن تسديد النفقات الباهضة للعلاج على حسابها الخاص في ظل غياب نقابة الفنانين أماليا مريضة لدرجة أنها لا تستطيع الوقوف على رجليها فهل تتدخل الدولة أو النقابة؟ بعدما عرض الزميل إبراهيم تسوقي ضمن فقراته ترانس صورة وصلته من مشاهد استفزته سيارة الفنان أمير ياسبيك في شارع الحمرة لأنها تحمل لوحة مكتوب عليها اسم أمير ياسبيك وتاريخ ميلاده 78 وردنا من مكتب أمير ياسبيك توضيح يقول فيه أن سيارته الهامر اشتراها من أمريكا وهي إدخال مؤقت يمكنه خلالها قيادة السيارة ثلاثة أشهر مستعملا هذه اللوحة كما أشار إلى أن السورة قديمة لأن سيارته هذه معطلة وبالتالي كل أموره قانونية داليا هذه هي نشرتنا الفنية سأترك بيء النشرة معك فهمت عليك شهادي بس نحن استثنائيا اليوم بعد في عنا خبر رياضي أكيد ستتابع معي شهادي لنخطب النشرة أنا وياك إذن مجددا تحولت كرة القدم إلى حالة وطنية جامعة وسط الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وكانت مدينة كميل شمعون الرياضية تكرارا ساحة طلاق لأبناء الوطن من كل المناطق والطواف فعلى رغم من تعادله مع ضيفه الكوري الجنوبي ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال برازيل بهدف لهدف فإن نتيجة أكدت علوة كعب رجال لبنان وجداراتهم في تمثيل وطنهم بأفضل صورة الهدفان سجلهما حسن معطوق للبنان في الشوط الأول وتشي ووكيم لكوريا في الوقت القاتل ليفقد منتخبنا أي أمل في التأهل إلى المونديال كان في النشرة في طرابلس دخان الإطارات حجبا للقنص وكبار يتهم رئيس الجمهورية وقائد الجيش بالطواطم ميدان تقسيم على اشتعاله والنقابات تضرب تحذيريا في الخاص تركيا من ممر إلى مقر هذه الأزمة ستشهد نهاية أردوغان يعني قصم كبير من حزبه سيانقالب عليه صبر يناشدوا بره نقلبوا تدخلكم العاجل لفتح ممر آمن لإخراج الجرحة إلى الأراضي اللبنانية أو السورية وتابعتم في النشرة أيضا جرب خطك كان هذا كل ما لدينا من أخبار سياسية وطبعا فنية زميلي شادي وأنا نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم ليلة هادية تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر